السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد في هذا الفيديو إخواني غادي نهضر لكم على الخبر المفرح بالنسبة للمغاربة وفيما يخص الفيزا الكندية إذن إخواني غادي تحصلوا على الترخيص الإلكتروني للصفر لكندا في عشرة ديال دقائق وكيف كترفوا إخواني أن الدولة كندا إلا غايت تمشي لها خاصة تطلب الفيزا وهذه الفيزا اللي فيها بزاف ديال الأنواع فيها فيزا ديال توريست فيها فيزا الدراسة وكذلك فيها فيزا التعقد عمل وبالنسبة للخبر صار واللي عاد صرح به الوزير ديال اليميغراسيون غيفوجي سيتوانيا كندا صرح بأن المغاربة من دبل قدام قدروا ياخدوا غير ترخيص الإلكتروني بدون ما يطلبوا الفيزا ولكن ضروري توفر فيه شرط واحد الشخص اللي غادي يدفع لهات الترخيص هذا يتوفر فيه واحد الشرط اللي غادي نتكره إخواني في هذا الفيديو ولتوفر فيك إخواني هات الشرط هدا اللي غادي نتكر لكم يكفي أنك تدخل للموقع الخاص بالغوفيغنومون دو كندا تو تطلب وتعمر واحد الاستمارة اللي هي غادي تطلب فيها لوتوريزازيون دو فياياج إلكترونيك فقط وبعد ما أنك غادي تطلب هذا الترخيص هذا اللي غادي يأخذ من الوقت 10 دقائق وغادي يجعبوك في البلاسة بالأوقي وغادي تبدأ في الإجراءات وبعد ما أنك إخواني غادي تطلب هات الترخيص إليكترونيك غادي تخلص سبعة دولار ليه سبعين درهم بعد ذلك غادي تتنى عشرة دقيقة وغادي يجعبوك بالأوقي إذن إخواني بنسبة للناس اللي عندهم الحق أنهم يطلبوا هات لوتوريزازيون دو فياياج إلكترونيك وهما اللي توفر فيهم هات الشرط اللي غادي نتكر لكم الآن إذن إخواني بنسبة الشرط اللي خاصي توفر في الشخص اللي غادي يطلب هات لوتوريزازيون دو فيايج إلكترونيك هما الناس اللي فايت عندهم فيزا ديال كندا يعني فايت مستفيدين من الفيزا ديال كندا وفادي العشر سنوات الأخيرة هذة عشر سنين للأخرى فايت أن عندك الفيزا ولا أخذتي الفيزا ديال كندا مثلا أنا مشيتي لكندا وخدمتي تما ولا مشيتي توريس ولا مشيتي دراسة ولا مشيتي عقد عمل الكندا ورجعتي لبلاد كأهدو هما الناس اللي لديهم الحق أنهم يستفدوا من هاد لوتوريزازيون دو فيايج إلكترونيك يعني وخد تكون هذيك الفيزا انتهى لها التاريخ ديالها ولكن يقدر يطلب هاد الترخيص الإلكتروني غير عبر الموقع الرسمي يعني اللي طالب الترخيص وهاد الموقع هادي تلقاو إخواني في أول التعليق بالنسبة إخواني المصارف ديال طالب هاد الترخيص كيف تكرت لكم هو سبعة دولار يعني سبعين درهم هما المصارف اللي غادي تدفع فهاد لوتوريزازيون دو فيايج إلكترونيك وقعد العملية هادي ديال طالب لوتوريزازيون دو فيايج إلكترونيك غادي تتم عبر الموقع الخاص باللوغوفيرنمون دو كندا اللي غادي تلقاو إخواني في صندوق لوصول تلقاو في أول تعليق دخلوا مباشرة لذلك الموقع وطلبوا لوتوريزازيون دو فيايج إلكترونيك وكيف كترفوا إخواني أن من قبل كان خاص تقدر لأنك تمشي إحتى القنصولية إما في الضرب أو الفربات ودير طلب ديال الوحيد ديال آخر عشر سنوات تكون فيت عندك الفيزا ديال كندا أو لا الشرط الثاني اللي هو آآ اللي غايت تفر عند بعض الناس أن يكون عندك الفيزا ديال الولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة لها التصريح اللي صرح به لوزير بخصوص هد الامتياز للتعطاء للمغاربة واللي هو جاء مع تلتعشر دولاء واللي تطاهم نفس الامتياز وهد الامتياز جاء على إثر أن الجالية المغربية اللي كينا في كندا خدامين مزيان وعندهم سمعة مزيانة وكذلك العلاقات بين الدولة المغربية وكندا علاقة مزيانة وكذلك اقتصاد ديال المغرب واللي عرف قفزة كبيرة في هد السنوات الأخيرة وفي بزاف ديال المجالات مع بزاف ديال الدول من بينهم الدولة ديال كندا هادشي لاشا الدولة الكندية قررت أنها تعطي للمغرب والمغاربة هاد الامتياز واللي هو البلد الأول العربي والإفريقي واللي تعطاها هاد الامتياز مع باقي الدول الأخرين اللي هم تلتاشر دولة واللي عندهم الحق ياخدوا هاد الترخيص الإلكتروني فقط والدولة الثانية العربية واللي كينا في القارة الاسيوية واللي هي دبي وكنت من اجزاد دول الأخرين العربية اللي هي بحل الجزائر تونس ليبيا مصر وباقي الدول العربية وبالنسبة الإخواني المغاربة فإن الشرط الرئيسي لاستفادة من هاد الترخيص وهو أن تكون عندك في هاد عشر السنوات الأخيرة تكون فيتا لك شديد الفيزا غير إما تكون توريس أو لا تكون فيزا العمال أو لا تكون فيزا الدراسة واللي عجبني بزاف هذا الامتياز هو أنك اللي عمرت هات الطلب في الموقع وطلبتي التصريح الإلكتروني ودفعتي المبلغ سبعة دولار في البلاسة تخرج لك يعني كي يجوابك بالجواب اللي هو جواب أوكي بالنسبة للناس اللي هما عندهم الحق أنهم يستفدوا من هاد الوطوريزازيون الفوياج إلكترونيك ولكن إخواني رضون بال من بعد بعض المسائل اللي غدي نتكر لكم هنا بالنسبة الناس اللي بغين يدفعوا لهاد الوطوريزازيون الفوياج إلكترونيك صدرور لأنكم تردوا البال لأحد حاجة لأن من اللي غدي تصلوا لمطار ديال كندا وعني غدي تلقاه واحد المكتب اللي هو مكتب ديال الهجرة واللي يعني غدي سولكم على حسب النوع ديال الفيزا مثلا إلا أنت غدي بالفيزا ديال السياحة ضرور شخص دا والمعلومات ديال أو أنك تكون فيد لديك الحج ديال الفندق يعني لما عندك شخص من العائلة ما غدي عنده خصوص ضرور يكون لديك الحج ديال الفندق وهذا المعلومات خاص تكون جميعهم من قبل لما أنك تمشي في المطار الكندا ثم سيسغلك على هذه المعلومات هذه أو مثلا إلى شخص عنده فيزا ديال الدراسة خصف في تكون عندك اه لانسك حيبسيون في شي مدرسة في كندا بانك غادي لكاندا للدراسة. مثلا الى عندك مثلا فيزا ديال العمل او عقد عمل في كندا. يعني تكون فيت يعني مشيتي لكاندا في هذا العشر سنوات الاخيرة. ولكن ده با لقيت خدمة ولقيت يعني خدمة اخرى في في كندا وخصفك انك قبل ما تمشي لكاندا هذا. خصفك ضروري انك توجد الاوراق ديال والمعلومات ديال العقد العمل واللي غادي يسولك عليها. يعني هاد المكتب هدا ديال الهجرة اللي كين في المطار ديال كندا. وخاص تعرف ان المشغيل ديالك وتعرف المعلومات عليك وتعطيهم العقد العمل والعنوان ديال هاد المشغيل هاد الشي كامل. هلاش كنقول لكم اخواني دائما ما يعني اه ما تقوش في العقود اه العمل اللي هي مزورة لان اي معلومة غالطة غادي يعني غادي يردق من المطار للبلاد ديالك يعني العديد من الناس وقعوا فعلا مشاكل هاده مشاوح تل تصوبوا الوثائق وصوبوا كل شي ومشاوح تل يعني المطار في كندا وما تدوش معهم الوثائق ما تدوش معهم اللي دوسي ديالهم رجعهم البلادهم يعني هاد المشكل هاده مخصوش توقعوا فيه. اذا اخواني بالنسبة للناس اللي هما فيت لهم داروا فيزا اه في اخير عشر سنوات الماضية يعني فيزا سواء كانت فيزا الدراسة سواء كانت فيزا اعمال سواء كانت توريست يختانموا هاد الفرصة هاده ويقلبوا على خدمة اه 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 في كندا من المواقع مثلا انت اكين مثلا في المغرب وفيت انك مشيتي في هاد العشر سنوات الاخيرة مشيتي لكندا وملقيش خدمة او الا مشيتي توريست درتي دويرة في كندا او الا مشيتي عندشي واحد في العائلة او الا مثلا اه فيت عندك فيزا ديال كندا وخفيت لها التاريخ حاول انك تغتانم هاد الفرصة هاده ادخل للمواقع ديال اه المواقع الكندية اللي كتحط لزوفر دون بلوا دخل وطلب افخ دون بلوا دفع الدوسية ديالك اون فوا كتشد عقد عمل في يعني اللي كي طلبك شخص انك تجي تخدم عنده في كندا اه مباشرة دخل وطلب الترخيص ديال هديك الوطوريزازيون دو فياج الكترونيك ا ا ا ا ا طلبها في البلاسة هرا غدي تخرج لك وغدت تاخد العقد العمل ديالك وغدت يعني اه تقدر وثائق ديالك وتمشي مباشرة الكندا وغتنموا اخواني هاد الفرصة هادي اغتنموا هاد الفرصة هادي وكانت منه كذلك اه هاد الوطوريزازيون تخرج للدول العربية اخرى في اقرب وقته ايدا هدا هو الفيديو اخواني وهدا هو الخبر الصار اللي فرحنا كاملين وفرح المغاربة اللي هما تعطى لهم ولي هو تعطى لهم من قبل الدولة الكندية وهاد شي لك اخواني بالنسبة لها ديالفيديو وكانت تتمنى لكم التوفيقه ما تنسوا الضتورة زالوا لاك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرسا باش توصلوا بالجديد ديالان دوتبال في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله تعالى ومبركاته اشتركوا في القناة